اشتركوا في القناة 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 كتخيص ما كتخلي ما كتديرها تستينا الحلوة باش كتتتع ذرا صاري ان بغت تخلي ولادها اه اللي كلي برديرها و باش عشوفوا حد اه عيشها شكل كرامة ولكن هذيك هذيك الصديقة ديارو الحاجة المفاجئة في المحضر كيقولو واليدة ديارو قاسك بانه هي ضربة التيني فلق سوء الهاتف اللي كان هازمعه اه تهامي بناني كان هازمعه نعرد الامني كان طلع مع صحابه ورجعوه اذا هذي 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 صديقة ديارو باش عارفات النمرة ديارو الرقم ديال الهاتف النقال ديارو اخته علش ما عيطتش عني هو حيث عارفة بان الهاتف ما عندوش عارفة وقع موقع لان اخيرا اعترفت امه قلت لي بان فوق القرآن وكي نصطديقة ديارو اللي كتأكد هذي شيك وكتجيب معنا في جميع الجلسات كانت يتلقى الفارطة دائما باش يتحضر باش نشهد عن هذي واقعه الا ان نسبت لس هيئة راهية مستعدة باش نجيبوها هذي هذي الجلسة المقبلة ماذا من قاضي امر باحضار هذي جميع هذي ماشي شيكا شاهده انا احنا دا طالبينا بتحويل الاسكيف المتابعة ما القتل عن الاحتجاج والاستيطات يومينا هذي كمتهمة اذا خاصي يحضرين جميع الطرف كمتهمين ماشي كشهود لان هي عندنا بزاة معطيات لان حلفة للسيدة ولكن في الفرقة الوطنية ما تراجعت بغينا نشوفوا هذا الضغط اللي كان على هذي البنت كيفاش كانت تعرفت في القرآن قدم اختها اموة والصديقة دي الحياة العربية وقالت لي قاتلوا حرقوا لحفر الحر اغمية عليها كما كانت صح ما يترماش عليها اذا كانت حاضرة في الواقع وعند العنب الواقع كيفاش تتراجعت على الاقوال ديالها كيفاش ما صم كيفاش فرقة الوطنية ما ركزتش علىها كيفاش ما فرغتش اول حاجة بناني تهمي الهاتف دياله كيفاش ما 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 كسيتش اشفين كي اذا ما عدناش اه اه احتاط فرقة الوطنية ما عطتناه هنا مليش بنا بي اننا اه اه ناقص الخطر خطر اكسا يبني دير لنا دك اه تبويه في الجثة لان ما استدعوناش مليش 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 ملي كيف نقول بها في القبر التي تتكلم عنها؟ دعاً بعد ذلك جهازا كيف نسل؟ ما هو الأن رجل؟ أنا أظهر لا يمكن أن تكون حين 2017 محافظة في المقابر قلت المحافظة في القبر وعقولها المتلاشيات والمتلاشيات جاءت تحت تامي بناني عادة جاءت تحطط تبات حرقات وأنا من البالي المشكلة بأن عواصة جاءت نتأكد حتى ذاك السيد اللي كانت تحفر كانت تردق قالت الشريف الله يخليكوش عمر شيء قبر كان محروق هنا قال لي لا إله إلا الله محمد رسول الله تخلت عند الزوجة دي الحارس تلاعفك واش كان شيء تيدخلوه نشي يوحدين قال لأ هذه مقبرة عندها حرومات دينا كالعساس دينا كالمدير دينا كالمحافظ دينا ماكيش عمر شيء تأكد ليا ذاك شيء مشينا تاني غامرنا مشينا لنشوفوا الجتة لامورك خرجوا لنا الجتة تم أما سيدة حياة قربة قربة يغمى عليها كل ماكيبوينيش عليها ماهو صافر جيفش طالح تنزس عظم عظم درجة أن تبرس بأنها مايمكنش لكل ماكيش معها أنا كون مازس وقيرا باكتال السكرية وانا زالي فيها السكرية وخرجنا محط مين كان قاو بأن الجتة هذا أول كبير طويرة أريد أن يتبع يكون صغيرة وخا يكون في ذاك بعد الأدمات أريد أن الجتة صغيرة الجتة طويرة العظم طوائر قيناة دي كونجلي ومرمدينه في الحبري التخمينات اللي خميم سيان نكون بوحدة ربعة طبيعة الحار غا تتخميم بأننا نعقل عطارين الله باش نفكروا بأننا بحل ذاك القبر اللي فيه العافية إن شاء الله في ذاك العافية قنا حيدوا هذه الجتة ودوها كونجليلاتور لأننا ما تطلتنا الخبر تدسل الشهور ولكن مليجا وزربو بخارجوها خاص من دي كونجليا ما قدرش دي كونجليا تم دروف بقبار ذاك اللصن اللحبير ودوها ذاك العافية باش دي كونجليا ومع ذلك خرجنا محطوين وقلنا ما يمكنش ما يمكنش هالشي كونجليا وش إنسان بقتل هالدراجة وش هالإنسان ما غير موش راك عدنا شوية ما كنش واحد غير يلقى فوق الكورة الأرضية يدر الإنسان بحسبة حسابية يحسب من ذاك اللي الزاد يوم في العالم كله نية عام جاي ما يبقته واحد ذاك اللي كيني دابع من ذاك اللي الزاد اليوم والإنسان ما كيفقش في الآخرة هالك اللي الزاد يدرقوا واتصا إذن بلنا كانت واحدة ستور كبير منتغرف الجامعة ما كان يقولش أنا واحد ولا يجوج لهذا نشكره الدكاة صغيرة اللي قدروا ناد الخبرة اللي وصلونا الواحد الحقيقة لأن الله ليست تؤمن لنا أنه كينجنود خفاء لأننا نحن نقذ بالنية وكين الله سواه وغادي معنا لا يمكنش لا نعرفهم هذا ما هو لطوعه لأنهم علمي لا نستطيع أن نتفكر لأنه كيف قال الزامير لنبعد الدفاع يقول أنه يستطيع التحقيق لماذا ينتذب الفرق الوطنية لماذا يتفوق التقنيات؟ لماذا يتفوق العلمي؟ لماذا يتفوق التحقيق؟ لماذا يتفوق العلمي؟ لماذا يتفوق العلماء؟ دوني خبر في الميزان لماذا يمكن أن يتقلب أهواتي؟ لأنه لا يوجد تقنياتها لأنه يتفوق العلمي الدنيا كلها حتى تفوق العلمي يستطيع أن تفوق العلمي لا يوجد أن يركز لأنه يتفوق العلمي لماذا يتفوق العلمي؟ لديكم كيفية الدفاع للمتهم دائم سيقول أنهم أبرياء تحناك نقول أنهم أبرياء المتهم باريح تتلجس إذا ندينه تحنا معهم في الخط تحناك يفتلك أنه بقى حي ولكن ليس لدينا الحق الصراحية القاضي عنده صراحية حين القاضي يقول القتل مع إخفاء جثة بناء على قرائم لا يمكن شطاء غيره أما نقوله تكيف باش نرسل الحقيقة ولكن هذي كنت أبرياء المحامون الدفاع المتهمون كيف يبرؤهم؟ بالعلم بالهواتف النقالة نضامن معهم نتافق معهم على كيف متابعة لإحتجاج والخصيطات في اليومين هذا مقابل 5 ألف درهم إذن نتافق لكنا إذن كنا نطالبوا بخبرة على الهواتف لماذا سنجدوا الدرهم جزيزة تسمى؟ لأن الخبرة على الهواتف غير بأمنا البراءة القاضي سيكون شهر سيحكم بالبراءة إحتل استدعاء الأطراف كلهم اللي طلبتوا أنهم يجيوا لتعمل غادي قدرتبان أمور أخرى اللي توصلنا للخيط ديال تهمي معلومة أننا بفق ما جاهز بقى استدعاء بزاة أطراف بقى استدعاء بزاة أطراف بقى خبرة ديالهواتف المقالة باش دامن عانا دي محام الدفاع باش مبرؤوا دراني كما ما بحنا بغن الله أربرة هم بغن نورطد نتشي واحد نغني ان كان شي واحد أي واحد نتورث إلا ويجي كيف ما بغن يكون نوعه إذن نحن بغن نصمه ونقام نصمه على الخبرة على الهواتف وزيد المشيحنق ونحن ندرنا على الناس يقولون ما هذا؟ كانوا لا يفهموا قانون الشطر لأنه من اللي كان يدروا تكييف المتابعة على الخسيفة والاحتجاز وقاضي الترقيق دائما القتل العمد وإخفاء الجثة لا يعني ما القادر لا يكييف دابا سيكييف تات تغطي جميع المطيات وتفريغات دين هواتف ويشوفوا أشب صح قاتلين ولا مقاتلين ولا يقدر يبقى فار قتل العمد يجر معه الناس بزاف ويقدروا تفرؤه إذن في المصطحة دين نحن ولا في المصطحة دين المعامون دين الدفاع لأن نحن كنا كنا نقلبه كنا على الحقيقة لأن هذا وضع المحامة لأنه خاصة من منظر متواحد لحنا ولا الدفاع دين المتهمة كنا رادرنا يدفيد باش نديروا الخبرة على الهواتف وخاص يديروا معنا باش يجيبوا البراعة يكي ما ديريش ما ديرتها واحد هذا التامي فعل وإذا كان الهواتف نقيا لقد يخذوا المراعة ولا كان شي واحدا للي إذا رجحة يجيب طب أستاذة شكرا لك نشكرا لك نشكرا لك نشكرا لك ومشاهدنا الكرام كما تبعتوا معنا الأستاذة زينب تنولت الملف من جميع الجوانب دياله كذلك بعض الإشكاليات الملف بين مدين وجزر من أجل هدف ديالهم اللي هو الوصول إلى سؤال تامي هل هو ميت أم حي مشاهدنا الكرام في خضم الموضوع النداء كذلك الدفاع ديال الأطراف أخرى لموضوع النقاش لأنه البحث ديالهم والمساهمة بقوة في حيثية هذه الملف نجد ربح الشيقين الشيق الأول والبراء الذين ولدت إذا تبوت أنهم مرتكبوش هذا الفعل إجرامي والشيق الثاني هجبان أين هو التامي ما يهمنا في جوهر الموضوع هو الوصول لمعاناة ديالحياة لسنين طوال ويتناضل من أجل تبيع الحقيقة أين هو التامي مشاهدنا الكرام سوف نبقى على تتبع الهدف وسوف أوفيكم دائما جديد مشاهدنا الكرام تاريخ المواطن شكرا لكم